السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في شهيوات داري مع هيد. يوم ان شاء الله سنحضر معكم سلو او سللو او صفوف يعني كل منطقة تعرف بواحد الاسم معروف بها بالنسبة التقاليد لكل واحد كيف يدير لي كل واحد كيف تكون الحاجة اللي كتكون مميزة عنده في هاد صفوف المهم غني نوريكم مقادير ديالي بالنسبة المقادير مقادير جد بسيطة جدا خصوصا اللي بنات اللي كتكون أفرد ديالأسرة قلال يعني كيدير واحد كيمية اللي كتكون قليلة بزاف وغدي نوضح لكم ان شاء الله وغادي يجيكم لديد صراحة ان البنات جا لديد 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 بزاف الواحد درجة ما كتصورش. هنا عندي تقريبا اللوز يعني هاد اللوز كي بقى تزين على حسبكم تومة انا صراحة ما عنديش واحد العبار دي لهاد اللوز لاني غيزيته يعني غزيت الكمية باش غنزين بي يعني كيبقى وغيت زين عندي رابع دي سكر غلاسي عندي قبيصة ديال الملحة مسكة الحرة واحد القوزة واحدة قوزة واحدة غي صغيرة معلقة ديالحبة حلوة كبيرة ومعلقة ديالنافع كبيرة مدقوقين يعني منقعين من قبل حمرتهم شوية ودقيتهم عوفوا انطحناهم يعني بكلكم حتى تدقوهم عندي معلقة ديال القرفة يعني القرفة دقوها ولا طحنوها بكلكم تاخدوها منطحونة هي من احسن انكم هنا عندي زلفة واربع ديال زجلال اللي منقعين مزيان ومحمر هو توقيب قلد زين ونسبة لهذه البلاستيكة يعني غير نقول لكم شنو فيها في هنسكيلو ديال كوكاو يعني كوكاو بلدي اللي منقع ومحمر ومسكيلو ديالية نجلال تحوز نجلال بالدي لمنقم ومحمر واحد خمسة درام خمسة درامت قريبا ديالالالان تصراحة انا الابنات السفدوا من آلا بزاف 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 خصوصا في السفوف يعني انا الوالدة ديالي كانت تقدير السفوف كتدير فيه يلان كتدير فيه زراعة الكتان كتدير فيه سوف تستعمل خمسة دلم سوف تحمر في الكوكور سوف تنقي المكونات كاملة سوف تنقي المكونات كاملة سوف تنقي المكونات كاملة سوف تنقي المكونات مثل زبدا ولا زيت كيف يكتفي فقط بدك الزيوت كيف يكتفي فقط بدك الزيوت الحبوب اللي هما كاوكا وجوجلان كيف يكون صراحة المنافع ديالهم كثيرة من الأحسن ان انا طحنوك نأكد عليكم يا بنات انا بحكم اني غنصور لكم يعني كنتحنتهم قبل في العطلة وجبتهم معايا باش انا نصور لكم اما كون انا غادي ندي كل شي وغنطحنو غير دقو يعني كي اكد انكم يكونوا محمرين مزيان كي اكد انهم يكونوا محمرين مزيان والقوزة دقوها بالنسبة للوز والزنجلان كي يكونوا مخلين في الدار تحاولون انكم تخلطوا الصفوف ويأتي صراحة لابنت زوين ويأتي صحي اكثر بالنسبة للدقيق انا استعملت غير فرص يعني اللي بغا يستعمل الدقيق لالقمح يستعملوا مش مشكل ادي راحة معي القديل العسل بالنسبة للعسل عندي حرة يعني لما متوفرش لكم ما تستعملوا اشمل احسن وكن اكد انني استعملت معي القفى فقط بشتعطيني مددقة رائع بالنسبة للدقيق بالنسبة للدقيق يعني كي يكونوا واحد الحبيبات يعني لكانوا بيضين حاولوا انكم ما تديروهم ش كانوا محمرين ديروهم غنخللكم طريقة ديالو غنغرب الحب حبت حلاوان نافع القوزة عفوا القرفة غنغرب لهم اكيد ضروري ملحة قبسط الملحة باش كتقدلينا الضوق غنغرب لهم صافي دكشي اللي كي يبقى كنحيدو يعني كن نخليش ضروري انكم تغربلوهم نغربلو سكر غلاسي باش كي حيدلينا دك الكوايرات يعني ضروري نغربلوه صافي صافي نغربلوهم صافي هنا باستخدام 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 نغربلوه سكر سنيده باش كيددقوا لي دغيه يعني دغيه دغيه يدقوا لينا صافي ندقهم مزيان باستخدام باستخدام انا باستخدام بالنسبة لي انا درت مكوينة كاملين العجانة انه يجيني معلق بزاف انكم تستعملوا القصريه او شوية عندكم اضعوا العجانة تقريبا يعني الكمياء خرجت شربعة كيلو تقريبا لانه يجمع لك خصوصا جاي سقيل نحاول ندقهم مزيان نغربلوهم اكيد بالنسبة للقوزة استعمال قوزة غير صغيرة ونشي كبيرة بزاف في نفس وقتنا ندقيتها نحاول ان نقصوا منها نحاول ان نقصوا منها نحاول ان نقصوا منها نحاول ان نقصوا منها وقال صراحة يعني تكون ضرورية لانك تعطي واحد مدق رائع جدا يعني كتعطي واحد مدق رائع نحاول ان نستعملوها وننصها يعني مش كاملة سوف نغرب لهم بالنسبة للزبدة يعني استعمالت ربع دي الزبدة ندرسها في كسر ونخليسها كالدوب العافية مهيلة من بعد حيت لها الكشكوشة اللي كتكون تكون غيم الحليب اكيد ضروري تحيضوها بعد ما حيتها خليتها العافية اكيد مهيلة كتعطينا زبدة وزيت كتعطي واحد المادقة رائع السفوف دينا يعني كتعطي مادقة رائع سوف ندرس الجنجل بالنسبة للوز يعني درت لنا ماء طيب نحيضو القشرة ومن بعد ما نحيضو القشرة سوف نقليه نقليه في جمع القضية الزيت بشي يتحمر لنا القشرة اكيد لا تلوحوها سوف ندخلوها في الزرد ان شاء الله سوف يحتفظو عليها سوف ندخل المكوينات كلها اكيد كل شي محمر كل شي كيكون منقي كل شي كيكون ممسوح سوف ندخل المكوينات كاملين ذاك شعش كن اكد عليكم انكم تطحنو كل شي يعني كيف مسا عملت انا هكا يعني كل شي تطحنو غير انتوما كيكونوا عندكم مكوينات كلها حبوب منقليه مزيلا محمرة وبالدقاء و بكل شي كدو كتطحنو كي يعطيكم محسفوف كي يكون معلك كي يكون غيكة تجيبوك ادخلوه سطليا لكم وبغيتوا تديروه لديك ساعتا تديرو له الجنجلان بعد انه ما تديرو الجنجلان ديك ساعة كي يكون صافره مزيان وديرو له اللوز يعني هذا كيبقى غرفة زيين خصوصا لجنجلان يعني كي يكون زبدة نوازيت كالتبع الخطاها يعني للمهلا باش موت تحرقش لنا كي يكون زوين مذهب صافي غنديرو كاملة يعني ربعه هي ديك اللي انا بغيت يجيني يجي معلك وانتو ما يعني تحكموا تحكموا في الزبدة انا كان اكد على البنات انكم تطحنوا وبنات اللي غايديرو غيف المنزيل يعني تأكدوا من الزبدة بشوية بشوية انتو ما تضيفوا حتى قد حصلوا عدك القوام اللي بغيته ديك صفوف سافي غنديرو الخليط لك مزيان بعد ما تدلك هو هادا مختش لي الوقت غيتها تجمع يعني معلك كي يجي معلك كي يجي صراحة المدقة روعة يعني جوادك صراحة المقدير لعته تكون مضبوطة جدا جوادك في الحلاوة اعني الخليط يجمع نحاول ان انا نقضي هنا شوية غادي نضيف هاد التبصيل للتصوير فقط من بعد غادي نحاول ان انا نضيف واحد المور غادي لكم في التبصيل باش تشوفوه يعني كنقطعوه بحل شكل ديال الكيك لانه يجي معلك وكيجي زوين 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 بزاف غادي نسالي ان شاء الله نوركم شكل ديال والنيهائي زع ما كنتشجعكم البنات انكم تديروه رافعلا كيجي صراحة زوين بزاف بالنسبة اللوز بعد مقلته الواده يعني كيبقلت زين من بعد نخلطوه وكيجي صراحة زوين يعني وخصوصا البنات يعني لكان بحل كننفس يعني كيجي زوين وكيجي سالحته في التقطاع ونتمنى انكم تجربوه ما تنسوناش اكيد بليلايك ديالكم بتاع عليكم بليبرتاج مع الاهل والاصدقاء باش تعمل فائدة على الجميع كنقول لكم خليتكم على خير خليت لكم الراحة والى اللقاء والفيديو قادم ان شاء الله مع السلامة وتحياتي لكم وشكرا على المشاهد